وعودة مش المشكل قداش تسجل ولا قداش تقبل الحاجة المهمة كونك تترشح احنا كما قلت لك فريقنا فريق جاهز والفريق اللي حبي يوصل البعيد يزم عندك دفاع قوي دفاع اللي تنجم توصل به بعيد والفريق القوي مش اللي عنده المهاجم ليسجل اكتر الهداف الفريق القوي هو اللي عنده دفاع يقبل اقل الهداف ووقت اللي لازم مش يسزل يسزل واذاك الاشقاعدين نعمل احنا كنجم رياضي سيح هل انتم على دراية كافية بنادي الهلال اكيد اكيد فريق النادي الهلال معتها تفرجنا فيه برشة مقابلات حتى من غير ما نعرفوا اللي هو بش يكون الخصمة بتاعنا نطبعوا في الفرق السعودية نطبعوا في البطولة السعودية اللي اخذت سيت كبير واللي يجيوها لعيبة من احسن مفهمة شفنا الفريق الهلال فيه برشة مقابلات ونعرفوا نقطة الضعف ونقطة القوة وان شاء الله مقابلة ما يشكون سهلة مقابلة صعبة ذات فريق في حجم الهلال شو هي الورقة الرابحة عند النجم الساحلي في النهائي؟ بالنسبة لي نحن روح المجموعة هي اللي تفرق في النجم الرياضي الساحلي عنا فريق اللي يلعب برشة مع بعضه فريق اللي اكثر اللعيبة متاعنا 70% متكونين في النجم الرياضي الساحلي وذي كان يتميز الفريق متاعنا يمكن على فريق الهلال اللي فريق الهلال نشوفه اكثر منه فرديات نشوفه لعيبة بعدها باسوام خيالية جاوا للهلال وحنا كما قلت لك احنا بالروح المجموعة بالدهاء التكتيك متاع المدرب متاعنا والخبرة متاعه وصلنا للنهائي وكما نقوله مراهن جدي على الكاس هذي كلمة حابة توجيها لجماهير النجم الساحلي في النهائي ديما وقف معنا في الغسرات قبل الفرحة ديما موجود معنا وان شاء الله متأكدين يوم المقابلة بشيكون بعداد كبيرة وان شاء الله نفرحوه ان شاء الله